أبو تركي والله أعتقد أن استقبال سمو أميرنا الملهم لنجوم المنتخب أزال يمكن 50% من الضوط أو من الشحن اللي طبيعي يكون قبل كاس العالم والمنتخب وطني أمان لا فيه تآهل كثير ولكن هالمرة ربما الجماهير يعني متفائل كنا متفائل حتى سمو الأمير متفائل ولكن بحكمة سموه قال احنا ما نفكر لا فوز ولا نخسر وانتعادل هم منكم تؤدون وهذا ترى يعني أشار شيء كبير من الهم في رأس كل لاعب سعودي فحقيقة استقبال كان في وقته يعتبر أن هذا يجي خارط طريق أو تمهيد إلى وصول إن شاء الله منتخبنا لتحقيق ما نصبه إليه بدون ضغوط وهذه رشدة للجميع رسالة للجميع استمتعوا بس هذه كلمة لما يستوعبها اللاعب والإعلام يتمنى أيضا إن شاء الله نستوعبها أنه يا جماعة احنا مطالبين أن نظهر وش صارنا في الكرة السعودية السنوات الأخيرة نقدم على مسرح كاس العالم في الدوحة وكلنا أمل بالله ثم في رجال المنتخب أنه إن شاء الله يكون على قدر المسؤولية ومستوى تطلعات المسؤول وأنا إن شاء الله متفائل بإذن واحد الأحد وأنا معسمه الأمير ما نقول لا تعادل ولا فوز نقول نظهر مظهر جميل وهالضغوط إن شاء الله زالت بعد هاللقاء ترجمة نانسي قنقر